السلام عليكم في قناتكم قناة حلوية ام ادم و اليوم وصفتنا عبارة عن عجينة شوكولاتة لكن اعتمدها في تزيين الصبلي دينا سواء صبلي للحفلات للأبناء دينا ولا في السبوع ولا في العراسات تجي رائع اخواتي لا استعملت السكر غلاسي سبيسيال ولا شوكولاتة بيضاء فخمة فخليكم معي برشتك تشف المقادير والطريقة التحضير ان شاء الله لا نطور لكم فرجة ممتعة احتاجوا في المقادر 250 جرام شوكولاتة بيضاء شوكولاتة عادية 250 سكر سقل اي سكر سقل 100 جرام شرب دورة جيلاتين من فئة 4 جرام جيلة حلب بطبيعة الحال بقاري ملون ابيض احتاجه ضروري الوصفة ملون ازرق من المقادر من المقادر من المقادر اولا اخواتي احتاجه من الماء من الماء من الماء من الماء شبه من الماء احتاجه يجب أن نحركه ضروري و ضروري أخواتي بأن الإناء اللي فيه الماء لا يلمسناش يعني الإناء اللي ملفق صفيها وبدأ كيدو معي هنتو ما كاتشوفو داب تماما هاو كما كاتشوفو دابا في هاد اللحظة هادي مش نزيد عليه القليكوز دينا أو شرب الدورة مش نفزك شوية يدي بالماء وماش نفرغو باش كي تزننا بكل سهولة حيث ما كنت نزيدنا بالماء أخواتي ما يلسقناش الغليكوز في دنا صفيها ماش نخواه كامل هذا الوصفة أخواتي ضروري من الغليكوز يعني ما نقدرش نستغنو عليه فهو اللي كي جمعنا هاد العجينة دينا صفيها ماش نبقى نحرك حتى نسجم العناصر مزيان 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 و تشوفو بأن الخليط في حالة الشوكولت دينا بدك يخسر مي هو ما كيخسر فقط يعني هذه العملية كترجع هيدك هنتو ما كتشوفو معي بحالة خسر مي هو العملية هيدا من بعد ما شي تعاوط ما ينزيدون له الجيلاتين هنتو ما كتشوفو بحالة كي بداية تقطع الجيلاتين ماشي بداية تلق نلماء مي ينتو ما استمر في تحرك فقط ما تخافوش منها أنتو ما كتشوفو كتشوفو بداية تلق الماء حالة مهم كتشوفو بحالة بداية يخسر هيداك العملية دينا فقط عماش نستمر بتخلط وعنزيد عليه الجيلاتين ماشي يرجع عادي نعصر الورقة للجيلاتين نعصر الورقة جيلاتين نعصر الورقة جيلاتين نعصر الورقة جيلاتين يمكن الإخلاقات حققية نحن نعصر الورقة جيلاتين نعصر الورقة جيلاتين نظر الورقة صحيح سوف نتفع لها النار سوف نتفع لها النار سكر غربي سوف نضيف ملوين إبيض سوف نضيف ملوين إبيض نضيف السكر في الغربة نضيف السكر في الغربة نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر ونخلط لا نستخدم المرحلة لنستخدم المرحلة لن نقصها ونقصها جريا لنقصها جريا لنقصها جريا ونقصها سكر سوف نخلط السكر بالإسباطول ونستخدم المرحلة لن نستخدم المرحلة سكر السكر لن نستخدم المرحلة ونقصها بالأسف لنقصها لن نشأ الجريك نستخدم المرحلة اشهد الشوكولات تطبيع مع سابقة وضعت الشوكولات عالية لقد جزت بسكر جلسي انا امسكت بسكر جلسي عادي و الشوكولات البيض والجودة حميني نخلط نريد المجال يجب أن نضيف الى الصفة يجب أن تضيف الحصفة تتحرك في القصح لا يجب أن تقصح العجينة تقصح والإنها تقصح تقصح لا تضيف السكري والإعطائما تقصح و لا تضيف هذا المجال ترجع ترجعها بالقاومة السكر ومع البرود التي تبرد لا تقصحها لا تريد أن تقصحها كثيرا لا تقصحها 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 نصائح نستعمل يدي ندخل في السكر نستعمل 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 200-250 جرام السكر يمكن أن تقصحها 200 جرام يمكن أن تقصحها وضغية في السكر ويقوم بسخم فأخذت 250 جرام على الراس بالحسب نستعمل لن نستعمل نستعمل لن تحصل لفائد ونستعمل لن تحتاج الكثير من السكر لن تقصحها لن تجربة لن تدخل الراسة لن تقصحها تقصحها لن تقصحها لن تغير حجمها فأصفعها لن تقصحها لن تقصحها لن تقصحها لن تقصحها لن تقصحها لن تكتفي بكمية السكر شطط لفائد بسبب نستعمل لن تقصحها لن تقصحها لن تقصحها لن تلونها باللون الأزرق أخواتي من استعمل ملوّنة غبرة لن تقصحها لن تقصحها ملوينة بالجيل لم يتفضل لن تقصحها لن تنزل لن تقصحها لن تسلل اضغطتها ون تقصحها لن تحتاجها وضعته في بلاستيك غذائي وعملته في حبوطة نصيحة العجنة الشوكولاتة عمركم لا تحتفظوا بها في تلاجة فالعادو الوحيد للعجنة الشوكولاتة هو التلاجة فقط غلفوها بالبلاستيك واحتفظوا بها في علبة محكمة الاغلاق وعملوها في مطعم لا تكون سخنة فقد تبقى لمدة ستة اشهر لا يوقع لها حتى شيء ملحة في تلاجة اخواتي فلا تتلقوها لا تتقطع لكم تماما وتخسر وترجع والو هنا يفضل اللحظة هذه العجنة العجنة تردت تماما لا تردتها لا تردتها عادية ويستحسن اخواتي لا تردتها لا تردتها في نفس اليوم اضعها تبات ونضيفها نضيفها بلاستيك ونضيفها بلاستيك ونضيفها بشيء علبة محكمة الاغلاق ونضيفها بشيء انتظروا نضيفها ونضيفها 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 ونطلقوا في وصفة مقبلة ومع السلامة